رجعنا من جديد في فريبلاين نحكي عن انتقالات الملاعبية واليوم برشة انتقالات ساروا لكن مش نحكي عن الانتقال سار منذ أيام نحكي عن اللاعب السابق للنادي سويقسي حسيم اللويت اللي أمضى الاتحاد التطاوينا معنا حسيم بتريف ولا حديث أكثر على التجربة الجديدة هذي حسيم أهلا بك أهلا بك وأهلا بكل مستمعين كثيرا الآن شنا حوالك قويلا بيصل والله الحمد لله الحمد لله حسيم لو كانت تحدثنا أكثر على تجربة جديدة مع التحاد التطاويين كيف صارت الامور والله بتجربة جديدة كما قلت انتي ما صارتش فيها يعني صعوبات ذلي حكينا مبعادنا وكان يعني هذا عندي أكثر من الشهر وقعدنا يعني حكينا تفاهمنا على كل شيء وما كانتش فيها حاجة صعيلة اللي تصيرت وبنقش بديت والله عند تريس كشهر وشهر وجمعة كان يعني دخل فيها كأنيس العياري أحكي مع المدرب وأحكي مع المسؤولين وأحكيهم معايا وصار لتي فيها يعني ما كانش فيها صعوبة يعني كان لتي يعني سهلة ما كانش فيها صعوبة لانه هدافك حسيم اللي حدثتوها مع الاتحاد والله أنا ما عنديش برجة من اللي جي تاني أذولي اليوم عندي التروازيام سيونس لكاتريان سيورث الهداف معروفة هي يكون هناك مجموعة باية التي تجعلنا نعدي وماتشوات بهين ويكون هناك سيزن تكون باية لا تكون صعبة كما الظروف التي صارت عمناون ويظل تشوف الفراق الكل قاعد تحذر وقاعد تشوف وقاعد تجي في جوارات لكي يكونوا في أحسن ظروف إن شاء الله إن شاء الله حسين خلنرجع شوية للماضي بداية كانت ممتازة جدا مع السياس في الجنراتيون الكبيرة الفريق التي توجد بكيس الكاف الجنراتيون الممتازة التي كانت كولة كبيرة التي تتقدم فيها خاصة مع فرجاني سيسي اندونغ فاقرادين بن يوسف الخنيسي كويتي بعد حسين ما كملتش ما طلعتش البالية التي كنت استنعوا فيها من أنك أنت خيحي كلنا يعرف الجنراتيون التي كنا فيها غادي كانت يعني تم اللحمة تم كل شيء وحتى العمار كانت تقريبة تعرف الجوير يعني صعاب تمشي معها صعاب تعكس وأنا من اللاعبين اللي عكستني بالإصابات يعني ظللي عملت إصابة اللولة جت كبيرة شوية وبعد عملت لقاموك روزيلي خليتني نبعد شوية على الكرة وجمهور نادي السياسي ومسؤولين وكل يعني جمهور يعني كما أقوله ما يسبرش على الجوار كما مثلا في رقو أخرين يحبوا الريزنتا ويحبوا يعني ديريكت يكونوا لها قاضر ويظل يصاروا شوية يعني كما أقوله وإحنا شوية ظروف اللي خليتني نبعد على المستوى بتاعي ويظل يطوي واحد خرج البر والعب ورجعت الفتيقة ورجعت الكورة ورجعت يعني رجعت كل شي وإن شاء الله نعمل السيزان بها تخلي من رجع شوية ليامات اللي قدمت في السياسي وين اختفيت المواسم الماضية والله جاي عملت يعني تروازون برا كنت في مثال الأنصار اللبناني اللي كانت عمنا صريق باي وكل عبنا آسيا وكان يعني مش الكورونا رأى وكنا نعمل حاجة باي وبعض الظرف متاع الكورونا والمشاكل اللي عاشت لبنان وياحد خليتني نمشي السعودية لعمل تجربة أخرى ومن طور ورجعت بتونس بايش راح دعلا خلي يعود كنا نقول ويعمل تجربة أخرى إن شاء الله في اتحاط وطبين اللي يمشي اللي يمشي السخالي وخاصة السعودية ما عادش يرجع أنت عايش خيار ترجع الأطراف بطولة التونسية من جديد والله شوف السعوديين يعني البطولة السعودية فيها وأنا ما كنتش يعني في البطولة قوية ياسر على كنت في الدرجة الثانية درجة الثانية اللي هي قسم الفئة فا يعني يوم عند الدوري ممتاز الدرجة أولى درجة الثانية يعني القسم الفئة في تونس معنا قسمة الثانية في السعودية خاطر الدوري الممتاز ما يحسبوهش يعني عملين الموحد أي واضح واضح ماذا اه كهو جيت الظروف يعني نتاع الكورونا ووقت خرجت في استخد عقدي في لبنان في المارس وانا ما حبيتش نقل هون حبيتنا نكمل كما نقوله خارج تونس برعتني أكثر من اللي نفعتني وواحد حبي يرجع لتونس باش يعود ان شاء الله ييصفت حاله وعلى أقل لوحد يظاهر روحه في البطولنا بتعود باش يلقاش حاجة مخير وعلى شلاء ما نقعد شوني كان نلقاش جو مرتاح مازلت تابع في سياسيا والله أكيد جماعيتي الأم والأكيد لازم نقعد نتبع ماذا وراك في اللي يحدث في الفريق حاليا في اليسائي في السياسية في فريق اليوم ماذا وراك فيه لا والله أنا توخرجت من السياسية ديكا جماعيتي وتوقعت ديما جماعية كبيرة ما نحبش ندخل في التفاصيل خاطر ما نديش تفاصيل تفاصيل كبيرة أما السياسية ديما حتى كما نقوله كي تمرض نتموتش وأكيد راهي تتناولي عام جا واللي بعد عشر بعد عشر عشر يتناولي عديم جمعية كبيرة وتلقى فروحة إن شاء الله يعطيك صحة شكرا لك حسين معدل أخلك كمعان مرسي يا عايش يعطيك صحة و بالتوفيق نخليك من عاش كنت حب في الأخر كلمة للجمهورية الحادة طويلة اللي يسمع فيك أكيد والله إن شاء الله نعدهم مش ناملوا مثلا عام يكون عام به إن شاء الله ما نخليهم مش يتغسلوا كي مثلا في فارق بريسك الأثر موسم قاعده يعني ما يعرفو شو راحة مقاعدين وإن شاء الله يعني بالمجموعة الموجودة وبالانتذابات إن شاء الله اللي بش تجي مش مش تكون معنا موسم مزيان بأي إن شاء الله يعطيك صحة شكرا لك حسين على تدخلك معنا وبالتوفيق إن شاء الله في بقية المسيرة متاعك وكذلك بتوفيق اتحاد تطوين هكي نكمل في بلاي اليوم شكرا لمتابعتكم أكيد لفتوا الفيديوهات اللي كانوا موجودين معنا المترجع للصفحة متعانيكس بخاصة فامو للصفحة الخاصة برياضة القاو كل ما فاتكم شكرا رايباشا في الإخراج تقوى المديوني في الإخراج الرقمي يجمل تحيات إسلام المدب